علشان عايز اعمل معايشة مع ميشان يانكون عشان يحددت لك الفترة دي تكون متواجد معنا كانت سيدة وحفيز كانت سيدة بصراحة يعني شخصة محترم كدا ويعني هو اخوه قبل كل شيء ومسؤول كبير والناس كلها بتحبه ومشخصة محترمة كبير جدا وفي نفس الوقت يعني هو قال لي امير ده انت النادي بتاعك وتعالى وانت ابن النادي وانت اخوه يعني لازم تعالى في اي وقت وكل الناس بصراحة اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي اتبسطت جدا دخلت معاه اتكلمنا مع بعض هو نفسه قال لي واضح ان انت كنت حارس كبير هنا في النادي وحارس موهوب لان انت لما اتكلمت معاه في الشغل يا جابنة أسامة لقاني فاهم الحمد لله كويس ولقى الشغل اللي انا بفكر فيه هو هو نفس الفكر بتاعه لانا ما كنت شفته بمرا يعني انا بشوفه في التليفزيون بس مش شفته شوه بيدرب كنت ساعتها طبعا عشان كنت في اكاديمية النادي الاهلي كانش عنده وقت ان اروح النادي الاهلي واتعلم منه واشوف تدريباته واعمل المعاشرة معاه لما اتكلمت معاه لقيته وبيقول لي انت هتبقى مدرب كبير ومدرب شاطر لان انت فكرك فكرك حديث وهو شغله حديث اصلا يعني الشغل يا جابنة أسامة بتاعه اللي هو بقى باللغة الكرة الدب والتمرين الجامد والحاجات دي كلها ده خلاص انتهى انت بلوقتي بتتكلم في عصر حديث بتتكلم في تمرينات حديثة الراجل بيتكلم بيشتغل بموقف لعب بصراحة عنده خبرات غير طبيعية عايز ااخد تدريبة كده يا كابتنا مينوز بتتكلم تفاصيلها من الاول مشيل يانكوني ان الراجل ده بقولك من يوم ما جاء النادي الاهلي وهو عمل طفرة كبيرة النهاردة تدريبة من الاول ازاي بيتعامل مع الشناو معالي لطفي مصطفى الشبير حمزة علاء الكلام الاول النفسي اللي بيبتدي قبل التمرين السلام معاهم التمرين نفسه بعد التمرين احكي لنا بقى تمرينة كده هاخد من الكلام اللي هو الاول اللي هو الحتة العامل النفسي الراجل بصراحة يعني انت تشوه تحبه من الاخر يعني في نفس الوقت اللعيبة كلها بتحبه فما بالك الحراس بتوع اللي هو اكيد هيحبه شخص متعاون جدا بيعمل كل الاربع حراس مرمى بشكل كويس جدا بيعملهم نفسي كويس جدا بيهيئهم نفسيا فنيا طبعا خبرة كبيرة جدا فبالتالي ده ساعد اللعيبة ان هي تبقى في اعلى مستوى ويخلي كمان حاجة مهمة جدا يا كابتون أسامة ان انت اللعيب اللي ما بيلعبش ما يكونش زعلان وفي نفس الوقت يبقى مهيئ نفسيا لما جيله فرصة يشتغل على ده ويبقى في الوقت المناسب زي ما بيقوله ويلعب يمثل نادل آيلي بشكل كويس ده ليه دور كبير جدا زي ما كابتان أحمد نيجي كان معنا كان الحضري كان بيلعب وكان كابتان أحمد نيجي طبعا مدير برصور مكري وطبعا على العامل النفسي بيشتغل فيه كويس جدا فانا شايف ان العامل النفسي مهم جدا انا كابتان أسامة اللعيب الكورة عامدة فانا شايف ان الراجل يعني بتعمل بشكل نفسي كويس جدا بشكل فني كويس جدا حتى كمان تشوفه هو بيدرب الحراس المرمى بيدحك ويقولهم ببسطه وبعدين بيعمل شغل لو هو عنده أربع حراس مرمى بيشتغل بيخلي اتنين يشتغلوا شغل كويس اتنين التانيين يروحوا مع التقسيمة والشغط عجل بيبقى مرتاح بيبقى رايح مرتاح بيجيب اللي هما بيشتغلوا مع الشغل العجل ياخدوا معاه شغل يجيلوا هو برضو مرتاح فما بيتعبش حد وده الشغل الكويس انك انت توقف على رجلك وده اللي بيخلت الأربع حراس مرمى يكونوا جاهزين مفيش حد تعبان مفيش حد إصابات انت ما عندكش الحمد لله يا رب ما عندكش إصابات بتحصل مع الرجل ده ما عندكش حد ما عندكش حاجة بتحصل مع مستر ميشيل لأنه هو فاهم وعمل جرعات بالضبط مهاردة لما تبقى انت مدرب عارف الأحمال بتاعتك قبل المباراة بتحط أحمال ايه قبل المباراة تلات اربعة اتيام بايه الأحمال بتحطها بعد المباراة دي بتبقى مهيب مباراة انت خصوصا كابتان اسامة انت لسه لعب من لعب المحلة مبارح وكان قبلها بيومين تلاتة كنت بتلعب اعتقد المقولين وبعدين هتاخد يومين تلاتة هتخش على اسموحة فدي عايز خبرة ودي عايز زكاء انك انت تجهز الناس بشكل كويس وفي أقل وقت زمني انك انت تبقى الحراس المرمى عندك كلهم جاهزين فأنا شايف انه هو مكسب كبير جدا للنادي الأهلي وفي نفس الوقت ليه دور كبير جدا في مستوى الأربعة حراس مرمى انت بتتكلم في شينوي من أحسن الحراس مرمى عايز اتكلم عن الحراس حراس المرمى